هذا نتحدث بصراحة ليس هذا المؤتمر الأول ولا الأخير كان هناك مؤتمرات كثيرة تحدثت عن تعزيز الشراكة عن إنهاء الانقسام عن وضع أطر وخطوات ولكن على الأرض لم نرى شيئا ما الجديد هذه المرة هل من ضامن بأنه يمكن أن ينتج أي شيء إجابي عن هذه الاجتماعات شوف الجديد أن هناك تحديات كبرى تعيشها القضية الفلسطينية وهناك حرب عدوانية شاملة على الكل الفلسطيني وهذا تحدي لا تستطيع لا فتح ولا حماس ولا أي فصيل وحده أن يتحمل أو أن يتصدى له أضف إلى ذلك هناك جهود ونوايا إقليمية وإرادة إقليمية صادقة في توحيد الحالة الفلسطينية أملا أن يستطيعوا في إطار رؤية عالمية أو دعوات أمريكية من أجل البحث في مسار سياسي للقضية الفلسطينية بهذا الاتجاه أضف أن هناك إرادة دولية في هناك ضغط دولي في هناك تحركات على مستوى العالم من الصين من روسيا من الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي الحالة الفلسطينية الآن كلها متوقفة على ما قد يجري من حوار في موسكو وهذا دعيني أقول إذا فشل حوار موسكو يعني نحن أمام حرب إبادة ولكن هذه المرة بإرادتنا الذاتية الفلسطينية تدمير ذاتي يعني أنا بتقديري سيكون في هناك تدمير ذاتي دون الاتفاق في موسكو على محددات وعلى إعلان واضع وعلى قضايا تعيد اللحمة والوحدة الوطنية نحن أمام يعني أقول بشكل واضح استسلمنا لما تريده إسرائيل ومخططاتها بشكل جماعي ودون استثناء هذا ما يجب أن يقال بهذا الاتجاه الجديد كما قلنا ثلاث عوامل رئيسية عامل داخلي تحدي من الاحتلال بشكل مباشر بحربه المفتوح على شعبنا وهناك إرادة إقليمية صادقة وهناك نوايا دولية أو تحركات دولية وزخم دولي يدفع باتجاه حل القضية الفلسطينية وهذا كله بفعل تلك الحرب الدائرة التي جرت منذ السابع من أكتوبر أعادت وأحيت القضية الفلسطينية وجعلت الكل يبحث عن حلول من أجل السلام والاستقرار في هذه المنطقة إذن علينا أن نستفيد كفلسطيني من هذا الزخم علينا أن نتوحد حماس اقتربت من برنامج منظمة التحرير القضايا الأساسية الأخرى أو تفصيلية الأخرى عفا لها علاقة بأعداد من يدخل يعني عدد حماس في اللجنة التنفيذية أو في المجلس الوطني أو في المجلس المركزي حصتها في الحكومة طبيعة الشراكة السياسية يعني في إدارة البلد الضفة وغزة والكدس هذا كله يحتاج إلى بعض الترتيبات وإدارة ملف المفاوضات والملف السياسي يحتاج إلى مرجعيات وطنية وإلى محددات يتم الاتفاق عليها هذا كله يعني أعتقد وكما تحدثني سابقا هي ليس المحطة الأولى هناك محطات كثيرة هناك حوارات في القاهرة وهناك حوارات في الجزائر وبالتالي كل القضايا تم الاتفاق عليها ولكن تحتاج إلى الإرادة الصادقة في تنفيذها والتعاطي معها والبحث في أدوات ترجمتها على أرض الواقع